أنا أخدت رؤى من الرب السنة اللي فاتت في 2018 وكانت الرؤى دهيت عن مجيء الرب مرة تانية وفيه ارتباط ما بينها وما بين الكرازة الرؤية الأولى كانت مش هقول كل الرؤى بالتفاصيل لكن أنا هقول حتاة معينة كده هوت في الرؤية أول رؤية كانت بتتكلم على مجيء الرب وكنت شايفة السماء مفتوحة وكنت شايفة فجأة لقيت نور قوي جدا جدا في وسط السماء وكان الرب يسوع ظاهر بنور غير عادي في وسط السماء بعدين لقيت أنوار صغيرة بتبطيئ أن هي تتجمع من جميع أنحاء المكان وكان النور دهوت عبارة عن الناس اللي هم المؤمنين اللي كانوا بيختطفهم يعني بياخدهم المسيح وأنا في نفس في الوقت دهوت أنا حاسيت أن أنا جسمي خف جدا وبتديت أن أنا أطلع أحس أن أنا بطلع لكن في حد ميسك فيه وقال لي ما تسيبنيش ما تسيبنيش والشخص ده أنا كان أول مرة أكتشف أنه هو مش مؤمن يعني أنا كنت فاكرا أن الحد ده ممكن يكون سلم حياته للمسيح وأنه هو يكون بيعيش مع الرب مش حياة هيلة قوي أو مش فيهاش حياة ما فيهاش يعني تزمت والتزام لكن كنت فاكرا أنه هو سلم حياته للمسيح لكن الإنسانة ده هيت مسكت فيه وقال لي ما تسيبنيش وكان شكل موزع جدا وأنا مش قادرة أن أنا مش عارفة أمسكها وأطلعها معي وفي نفس الوقت هي مسكة فيها وبتديت إيدينا تفلت من بعد وسحيت على المنظر دهوت وأنا جوايا فرح وحزن في نفس الوقت إزاي أن إحنا بنسيب ناس أحبقنا وأقربقنا وناس قريبين مننا وجراننا وصحابنا مش بنوصل لهم رسالة الإنجيل وقمت أبكي وقعدت كذا يوم أبكي موسيقى